قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار هذه اهم عنوين اخبار اليوم ارغم الازمة المغرب يوافق على تعاون امني وعسكري مع الجيش الفرنسي وزيرة المغربية نتوجه تهمة خطيرة الى فرنسا وتدعو المغاربة الى محاربتها مرة اخرى الرئيس الفرنسي يتلقى بلاغا قويا من افريقيا والان الى التفاصيل لكن من قبل ما تنساش ترجام الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انتلول اخر الاخبار رغم التوتر السياسي المتصاعد بين باريس والريباد يحافظ البلدان على التنسيق العسكري والامني في مجموعتنا من الملفات الاستراتيجية ويستدل على ذلك بالزيارة غير المعلنة للجنرال ريجي كولونكبي الى المغرب لتعزيز التعاون العسكري البيني واعلنت السفارة الفرنسية بالريباد عن اجراء الجنرال كولونكبي الذي يشغل منصب مدير التعاون الامني والدفاعي بوزارة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية عدة مباحثات مثمرة مع مسؤولين مغاربة فيما يخص التعاون العسكرية والامنية بين البلدين وسبق ان شاركت القوات المسلحة الملكية في عدة مناورات عسكرية مع الجيج الفرنسي اذ لم يتأثر التعاون العسكري بتدعيات الازمة السياسية طويلة المدى وذلك على غرار التعاون الامني والقضائي الذي تحكمه اتفاقيات مشتركة وقال محمد شقير خبير عسكري وامني قال في هذا الصدد ان هذه المفارقة لم تنحسر في فرنسا فقط بل شملت اسبانيا من قبل حيث يحافظ المغرب على علاقاته العسكرية والامنية والاشتراتيجية مع البلدان المعنية بالازمة بعيدا عن التوترات السياسية واضاف شقير في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية المغربية ان العلاقات الامنية والعسكرية مؤترة باتفاقيات غير مقرونة بالتوتر السياسي خاصة ان المجال تحكمه ارتباطات عسكرية ومصالح مشتركة بالنظر الى خصوصية وطبيعة الاجهزة التي لها منطق خاص بعيد عن السياسة ووصل الخبير ذاته بان اتفاقيات التعاون في المجالين العسكري والامنية تكون طويلة المدى وبالتالي فهي لا تتأثر بالفطور الدبلوماسي او التوتر السياسي مبرزا ان العلاقات العسكرية على وجه الخصوص تكون استراتيجية وحيوية بين البلدان واردف المتحدث بان المغرب لا طالما حارص على التعاون الامني مع البلدان الاوروبية رغم سياقات الازمة حيث حفظ على علاقات الاستراتيجية مع اسبانيا في خدم التوتر السياسي غير المسبوق ووصل مدى الاجهزة الامنية بالمعلومات المرتبطة بالشبكات الاجرامية والجماعات الارهابية وتمر العلاقات السياسية بين باريس والريباط منذ مدة ليست بالقصيرة تمر بازمة لم تعد صامتة بل اصبحت علنية بعد التصريحات الاخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول المغرب الامر الذي ادى الى تأجيل زيارته المبرمجة في يناير المنصرم ولم تستوعب فرنسا بعد التطورات السياسية الحاصلة في المنطقة المغاربية بخلاف الاقطاب الامريكية والروسية والصينية التي توسع نفوذها الاقتصادية والسياسية بطريقة هادئة في القارة الافريقية وهو ما يرجعه بعد البحثين الى الازمات الهيكلية التي تعيشها باريس على المستوى الداخلي قالت نبيل مونيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ان هناك ضرورة الى العودة الى النظام الاشتراكي من اجل مواجهة غطرسة النظام العالمي وتوطيد العلاقة بين الانسان واخيه الانسان واعتبرت مونيب التي كانت تتحدث في ندوة حول الوضع الاقتصادي والحقوقي في المغرب نظمها فرع الاشتراكي الموحد بمراكش اعتبرت ان فهم الوضع في المغرب يقتضي فهم الوضع العالمي الراهن مبرزة أن القوى العالمية التقليدية تكيل بميكيالين وتضع قوانين لا تؤمن بها وذهبت مونيب إلى القول أن النظام العالمي يوجد على مشارف نهاية القطب الواحد لأن الغرب فقد مستقيته في الدفاع عن حقوق الإنسان لأنه ضرب هذه الحقوق في العراق وفلسطين وليبيا وغيرها من الدول التي زرعت تفريقة فيها على حد تعبيرها واتهمت القيادية اليسارية الغرب بالركوب على موجة الإرهاب وتبني منظمات إرهابية من أجل الإسلاء على خيرات الدول النامية مثل ما وقع لفرنسا في مالي حيث تريد سيطرة على ما في بطن أرضها من ثروات باسم محاربة الإرهاب كما جاء على لسانها وعادت مونيب إلى التشكيك في أسلوب ظهور جائحة فيروس كورونا وقالت أن ناطو أطلق الحرب على روسيا في إطار الحرب التي يشنها الغرب على الدول الصعيدة فهل الحرب على أوكرانيا وجائحة كورونا مخطط لهما؟ لا شك في ذلك وبخصوص الوضع في المغرب قالت مونيب أن ما سمته الأولغارشيا المغربية هي المستفيدة من الوضع الراهن والشعب يقوم بالمسيرات وهم يواجهوننا بالتصعيد وبالمقاربة الأمنية ولكن الشعب المغربي الذي خاد نضالات كثيرة لن يسكت أبدا وأضافت علينا أن نطمئن فرغم أن الدولة تدخلت لخلق أحزاب موالية لها وضرب الأحزاب والنقابات الجادة لكن لدينا شعب مقاوم ومناضل ولا يجب أن نبكي على الفرص الضائعة لأن هذا يؤدي إلى الخنوع بل نحتاج إلى ثورة ثقافية تحرر العقل وأضافت قائلة الجهل المطبق والخنوع يجعلنا نكبل أنفسنا علينا أن نخرج من دائرة الخوف وأن لا نستسلم أمام غطرسة هذا النظام الذي يواجهنا بالقمع وبالمقاربة الأمنية معتبرة أن المغرب على المستوى السياسي ما زال في ديمقراطية الواجهة وجددت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد دعوتها إلى إقامة ملكية برلمانية لأنه لا يمكن ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نعيش بملكية القرن الخامس عشر مضيفة لا يجب أن نخاف من الملكية البرلمانية لأنها تعني فقط توفير شروط الكرمة للمواطنين وتكون المؤسسات في خدمة الشعب وليس في خدمة الأوليغارشية كشفت تقارير أعلامية عن توجه في مالي لتعويض اللغة الفرنسية التي تعتبر اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بلغات وطنية أخرى على رأسها العربية والبامبرة التي يتحدث بها غالبية سكان البلاد مع إمكانية اعتماد اللغة الإنجليزية ضمن تمشل للحلط من هيمة الفرانكوفونية وخلال جلسات البرلمان الانتقالية التي عقدت في الآونة الأخيرة طالب عديد النواب المنتمين إلى كثلة سياسية وازنة ومهمة بضرورة اعتماد لغات رسمية جديدة لمالي بدلنا من الفرنسية مثل الإنجليزية والعربية التي تصنف ضمن اللغات الوطنية وتزامنت هذه المطالبات البرلمانية مع مبادرات تقدمت بها جهات دينية وسياسية مثل المجلس الإسلامي الأعلى إلى الرئيس الانتقالي العقيد أسيمي كويت بدرورة تصنيف العربية لغة رسمية للبلاد نظرا إلى كونها لغة القرآن الكريم والمسلمين الذين يشكلون الغالبية المطلقة من سكان مالي فضلا على العلاقة الوطدة بالتراث والتاريخ المشتركة مع العالم العربي والإسلامي ترجمة نانسي قنقر